الخبر الأول اللي عدنا عن تهكير قناة يارا مار طبعا الأشخاص اللي عرفون شو اللي صاير ففجأة تحول اسم القناة إلى تم التهكير وحتى صورة مصغرة وطبعا أكيد كل الأشخاص اتفاجأوا من شافوا هذا الشي ولكن ورا ساعة بس رجعت القناة طبيعية اسمها وصورتها ولكن الأشخاص اللي عرفون السبب فهو عبارة عن تحدي بين يارا مار ونور مار ومن الواضح أنه نور مار هو اللي فاز ويارا كان عقابها تهكير القناة فنور نزع على سبب الانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه لاحد يقلق على تهكير قناة يارا فرح تعرفون كل شي يوم السببت فمن الواضح أنه عبارة عن تحدي والعقاب كان أنه يتسوي يارا رحطوكم الستوري شوفوا ما عاب تسألوني مشان قناة يارا رح تعرف كل شي يوم السببت الساعة أربع عقناتي الأساسي خليفة مجاهزين زوم يا جماعة مشان القناة أنه تهكرت يوم السببت حتعرف كل شي على قناة نور الساعة أربع الخبر الثاني اللي عدنا عن ياسو وانقطاعها عن السوشيل ميديا فياسو نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي كانت تحكي به من قلبها واللي أعلنت من خلالها عن انقطاعها عن السوشيل ميديا اللي فترة غير معروفة فشانت كاتبة إن شاء الله ببقى أرجع لكم يعني مؤكيد أما ليسا عن السبب فتقول إنه هي نفسيتها كلش متضايقة وبنفس الوقت هي مريضة ولكن الصراحة كل شي صار هو يسبب تساؤلات هو إنه ريدر نزل على حسابها بالانستجرام بث مباشر وهواية من التعليقات كان دازل سألوين ياسو ولكن ريدر مشان يجاوه بتطنيشهم فهل يا ترى صير شي بيناتهم أو مشكلة معينة يعني طبعا بالنسبة للرييدر فهو ما رح يقطع اليوتيوب وبالعكس بالبث المباشر أعلن إنه هواية هو مجهز مفاجآت فمادر الصراحة إن كتبونا بالكومنتات شو رايكم بذا الخمر وشون تتوقعون سبب الحقيقي اللي انقطاع ياسو عن اليوتيوب والسوشال ميديا الخبر الثالث اللي عدنا عن أسامة مروة وعيد ميلاده فاليوم هو يوم عيد ميلاد أسامة مروة وهواية من اليوتيوبر الكبار اللي احتفلوا بيه اللي ما بينهم أنس ووصالة ومن ما بينهم نارين بيوتي اللي نزله هذول الستوريات فكل عام انتوا بخير يا أسامة وعقبال ألف سنة يا راب ولا تنسون يا حبايب تعايدوا بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة ويسام تيكيت ويا بيسان اسماعيل فأتوقع أنه الأغلب يعرف المشكلة اللي صارة ما بين بيسان وما بين ويسام تيكيت بالنسبة لأشخاص اللي يعرفون القصة فأنا نزلت مقطع قبل أربع شهور وشرحت بالقصة كامل فاللي حاب أني يروح يشوف على مودي تأكد أكثر المهم أنه ويسام تيكيت حاليا لغى اسم بيسان من التعليقات اللي هو أنه حطى بالخانة الكلمات المحضورة طبعا هو بالإضافة إلى المحمد أجواني وإضافة إلى ياسو بريدر طبعا بالنسبة للدلي فلندخلوا على آخر مقطع ويسام تيكيت ورح تكتبون بيسان اسماعيل وبعد هنا تروحون على كلمة الأحدث أولا عمون تحفظون التعليق اللي وراه وبعد من شوف هذول الحسابين الكاتبين التعليقات نحفظهم زين بعدين نغير الحساب نشوف هل التعليق سيظهر للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب ننزع على التعليقات وروح على كلمة الأحدث أولا مع السلامة